السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهار دا نكلم بإزاي نعمل Sincularization من الريفت على AutoCAD A63 ايه فكرة AutoCAD A63 فكرة اللي كلها انه هو بقيه فولدر عندي على الجهاز لما بستطب AutoCAD A63 يعني لما اجي هنا بستطب AutoCAD A63 تمام بيستطب لي يعمل لي فولدر عندي على الجهاز لما بسيف عليه وبعد كده بعمل دعوة للشغالين بيعاف المشروع بيظهر عندهم المشروع هما كمان اول معامل Sincularization بيظهر عندهم اخر تعديلات في المشروع حتى لو هما مش معايه في نفس البلد مجرد ان هما عندهم شبكة انترنت الموضوع بيبقى ممكن طيب لو انت ذو الان تفتح الريفت بتقول له collaborate بيسأل لي سؤال بيقول لي انت عايز على شبكة بتاعتك بس ولا كلاوت فمجرد انت تقول له كلاوت خلاص يبقى انت كده الموديل بتاعك هترفع Automatic على الانترنت وهيبقى موجود هنا بحيث ان انت اول ما تعمل Sincularization بيروح رافع الشغل بتاعك ويظهر معي هنا تقدر تعمل اي مشروع وتقدر تعزم الانترنت بحيث ان هما يشتغلوا معاك في قلب المشروع بحيث ان هما يظهر عندهم برده مشروع اول ما اعمل Sincularization يظهر برده معي تقدر تعمل invite لاي حد تحط الاميل بتاعه يكون عامل حساب على Autodesk يظهر بعين فهقول له اوكي تمام الحساب بتاعي مش مش اصلي اوه بديني فترة التجربة وبعد كده لازم تشير نفس خاص لك تمام فهو الفكرة كلها انت بحط هنا المشروع الرفيب بتاعك بدل ما بتسايفه على الهارد لا بتسايفه على جزء من الهارد اللي هو Drive اللي هو اسمه E360 تمام وتجي تعمل Sincularization عادي من هنا يروح عامل على Atlet 16 ويظهر عند الناس كلها وده هيفيدك برضو كويس جدا لما تجي تعمل مثلا render على Atlet 16 هتلاقي الموضوع بقى سريع معيك فده بس اجابة على الناس اللي كنت بتسأل ازاي ان تشغل كلنا وكل واحد فينا موجود في بلد